في الصورة قدام حضراتكو ألفنتينو طبعا رئيس الاتحاد الدولي اللي كل مرة بيشارك فيها النادي الأهلي لازم يطوّج بمداليا ودايما ألفنتينو حتى بعد كل بطولة بيقول أن النادي الأهلي هو النادي الأعظم في أفريقيا ودايما مشرف الكرة الأفريقية طبعا زي ما بيقول لحضراتكو الصور اللي شايفينها ديت البرونزية ديت بلون الدهب بنقول لولدنا ألف مبروك بنقول للاعبتنا الأبطال ألف مبروك بنقول الجهاز الفني ألف مبروك وبنقول مجلس إدارتنا ألف مبروك وطبعا المبروك الكبيرة جدا جدا على مستوى جماهير ومحبي النادي الأهلي مبروك يا رجالة مبروك جماهير النادي الأهلي دايما دايما ورا فرقتها دايما بتساند دايما بتآزر دايما بتكون هو الصد والحائط الأول للنادي الأهلي يليه طبعا مجلس الإدارة واللعيبة الرجالة اللي انتوا شايفينهم بداية عالي معلول عالي لطفي بتتكلم محمد شريب كل الأسماء كل الأسماء يعني كلهم أبطال بشكل كبير جدا ياسر إبراهيم صاحب الهدفين وصاحب جايزة أفضل لاعب في المباراة كلهم أبطال وان شاء الله هناخد من دوت وده المهم جدا خلاص وانتوا عارفين النادي الأهلي بيقفل صفحته بسرعة جدا جدا إن شاء الله النادي الأهلي بعد الفوز وبعد الاحتفالية وبعد 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 خلاص بيقفل الصفحة وبيستعد إن شاء الله للنجمة الحداشر بيستعد النادي الأهلي كمان دلوقتي ليخد مباراة أمام الهلال السوداني في أولى مشوار طبعا دور المجموعات في بطولة أفريقيا إن شاء الله بيعستنا هتسافر يوم الأربعة المباراة يوم الجمعة زي ما بقول لها حضراتكم تحدي جديد وحاخد من كلام مسيماني اللي قالوا السنة اللي فاتت إن شاء الله للنادي الأهلي متواجد كمان في كاس العالم للأندية القادمة ولكن عبر عبر طبعا الوصول للنجمة الحداشر كل ده هنتكلم مع حضراتكم من خلال حلقتنا النهاردة عن النادي الأهلي وتقلقه في كاس العالم للأندية واستعداداته إن شاء الله للمباراة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر